السلام عليكم ورحمة الله ومحباب بكم في قناة لفينغوز حياة ووردية في هذا الفيديو سنقوم بتحضير أقراص صالحة للفصل الشتاء فهي مدادة للسعال مدادة للذهاب الحنجرة ولبكتيريا الحنجرة وكذلك صالحة هذه الأقراص لتنسيم ولتحلية القهوة والشاي فيمكن تعويض السكر بهذه الأقراص إذن لتحضير أقراص زنجبيل سنحتاجه بطبيعة الحالي الزنجبيل طاري بالضبط سنحتاجه الجوج معلق كبار من زنجبيل مبشور محكوك سنحتاجه الملعقة صغيرة غرفة مطحونة نصف ملعقة من القرنفول مطحون كذلك نصف كأس صغير عسل طبيعي كأس سكر بني يمكن تعويضه بالسكر العادي الأبيض نحتاج المسكة الحرة لتحنها مع القليل من السكر وعصير نصف حمضة بالإضافة إلى كأس ماء نمر الآن لطريقة التحضير إذن هنا سنقوم بخلط جميع هذه المكونات ستجدوا الإشارة أن هذه الأقراص أقراص زنجبيل القرفة والقرنفول هي أقراص طبيعية وذات منفعة كما قلت خصوصا في فصل الشتاء فهي صالحة لتقرحات والالتهابات بالإضافة إلى أنه يمكن أخذها كبديل الحلويات اللي كان أخذها الأطفال الحلويات التي تبع في المحلات والأسواق فهي خالية من هذه الأقراص هذه خالية من المنكيهات من الملونات من المواد الإصطناعية ومن المواد الحافظة فكتبقى حلوة دي بمبون في ميزون اللي يمساوبين في الطار عارفين شنو ديرين فيهم فالا دونك هدوما المكونات كنخلطوهم جميعا في هاد الإناء إذا نعود نتكب المكونات إذا فرغنا أولا السكر دفنا له الماء العسل الزنجبيل قرفة القرنفول المسكة الحرة وأخيرا عصير نصف حامضة وكنخلطو جيدا هاد المكونات حتى كتنساجم مع بعدياتها ثم كنوضعو الإناء على النار فأولا كنوضعو الإناء على نار متوسطة حتى كيبدأ الخليط كيغلي ثم كننقصو العافية أو كننقصو من النار إذا كنستمرو في تحريك الخليط على نار هادئة حتى كيعقد الخليط وكيس بحتقيل أكثر شيئا ما من العسل من الكتافة ديال العسل ثم كناخدو بابيك ويسون أو ورق الطبخ وكناخدو ملعقة صغيرة تقريبا من الخليط وكنوضعوها على الورق كنحاولو نشكلو أقراص صغيرة ومتوسطة الحجب حسب الرغبة كنحاولو نبعدو كل قرص عن الآخر باش ما يتسقوش لنا نسمرو على هات الشكل حتى كنساليو الكيمية اللي عندنا اللون ديالهم كيجي رائع جميل جدا بالإضافة إلى المضاق فهو أرواع ولا يقاوم إذا لمنك نتهيهم تشكيل الأقراص كنخليهم في الهواء تطلق على هات شكل هذا حتى تصبح الكتفة ديالهم صلبة ثم الخطوة الموالية منيك يصبحوا الأقراص صلبين كي يقصحوا لنا نقوم الآن بالرش ديالهم بالسكر السقيل أو سكر غلاسي فهذا الخطوة هادي عليش كنرشوهم بالسكر غلاسي فباش ما كيتلسقوش لنا لكننا عادي نحتفظوا بهم المدة طويلة شيئا ما وكننا عادي نضعوهم في إناء فإلى وضعنا الأقراص مباشرة وحدا فوق وحدا فغادي تلسقوه إذا كنديروا السكر نرشوهم بالسكر ساقيل جيدا فهو كيمنع التساق ديال الأقراص مع بدياتها إذا أولا كنرشو الوجه ديال الأقراص ثم كنقوموا بتحريك الورق على هاد الشكلة لإزالة الأقراص باش نرشوهم من الوجه الآخر إذا كنحركوا جيدا الأقراص على هاد الشكل هادها بالسكر ساقيل حتى كيتغبرونينا جيدا بسكر جلاسي وكنحتفظو بيهم في الإناء أو في أي علبات أما إلا كنا غادي نتناولوهم في الحين فبواسطة فرشات نحاولو نزولو زائد أو الإضافة من السكر ثاقيل على هاد الشكل هادا أما إلا كنا نحتفظو بيهم وأكيد غادي نحتفظو بيهم لإننا ما غادي ناكلوا هاد كيميا كاملة في يوم واحد إذا ضروري نخليوا السكر ساقيل بكيميا وفيرة ونرطبو هاد الأقراص في العلبة أو في الإناء اللي عادي نحتفظو آآ بيه نحتفظو فيه فيهم ذلك نرشوهم بزيهم بالسكر ونحتفظو بيهم على هاد الشكل هادا مع السكر بكيميا وفيرة والشكل النهائي لأقراص زنجبيل والرنفل والقرفة هو على هاد الشكل هادا هو هادا إذن اللون رائع والمداق أروع فكما قلت هذه الأقراص غير يحبوها الأطفال بشكل كبير ومن الأحسن نعطيه من هاد الأقراص اللي مصنوعين في المنزل عباد حلويات السوق اللي فيها مواد كيموية وملونات ومواد حافظة فهاد الأقراص كانت بقى طبيعية وفيها مكونات صحية زنجبيل قرنفل والقرفة فكنتمنى هاد الفيديوين لإعجابكم وأنكم تجربوا هاد الوصفة إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايكات شجعونا باللايك لما زل ما تشترك في القناة تضغط على زر الأحمر زر سبسكرايب سابوني أو اشتراك وفعلوا رمز الجرس بس يوصلكم الجديد في الحين إذن لازم ضغط على الجرس أيضا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر